في عناوين النشرة لجنة الاتصالات تثبت وجود تخابر دولي غير شرعي في استوديو المور هناك شبهة كبيرة تتعلق بإزالة الأدلة وهذا الملف برجع بك دهول أنه لا يمكن أن نقبل بلفلفته حوار عين التيني يدعو إلى أنجاز قانون الانتخابات النيابية مصطفى بدر الدين يحضر إلى المحكمة بالتقارير المصورة صار بدرها مصطفى ماذا بعد استقالة روبير فاضل؟ هم السابقون وهم اللاحقون يجب أن تكون الاستقالة خطية وصريحة وغير معلقة موظفو سعودي أوجي يقتحمون كاتب الشرع وفي العليور بطاقات في آي تي صباح الخير وأهلا بكم إلى النشرة الصباحية من قناة الجديد في بيروت انتهى زمن البلديات وعاد عصر الاتصالات هذا الملف الذي ما أن يدفن تحت الطاولات السياسية حتى يعاد إحياؤه فوق طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية تخابر غير شرعي دولي محلي شبكات مفتوحة على كل فضاء وبينهم إسرائيل فضائح بالجملة وقضاء بالمفرق تجهيزات تدخل المناطق من دون مراقبة المخافر 22 موقوفا ولا متهمون عنوين تتدافع أمام لجنة واحدة تحولت إلى غرفة درجة أولى ولعل أهم ما ثبتته اللجنة اليوم أو الأمس تحويل ستوديو فيجين سونترال عمومة هذه الواقع التي كشفتها الجديد بالوثائق أكدها وزير الاتصالات بطرس حرب داخل اللجنة التي أحالت الملف إلى القضاء لكن رأس القضاء العدلي الذي كان حاضراً الاجتماع كده يصب بارتفاع ضغط سياسي بعدما انهالت أسئلة المحاسبة على القاضي سمير حمود من النواب راودته نفسه الانسحاب من اللجنة لكن رئيسها النائب حسن فضل الله سحب المتحاورين إلى خارج دائرة الانفعال وثبت نصاب النقاش وأليافه البصرية والاتصالات هي الدليل الوحيد للمحكمة الدولية لم يكن هذه المرة إثباتاً على وفاة عميد المتهمين لديها مصطفى بدر الدين فالمحكمة عقدت على حيرتها اليوم أو بالأمس وعرضت مقاطع من تشييع بدر الدين لكنها ارتكزت على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كوثيقة وفاة وهذا سيعني أن المحكمة الدولية تصدق حسن نصر الله وتعتمده مرجعيا حزب الله العابر للمحكمة وإجراءاتها كان يجدد العهد التشاوري مع عليا الدم ويلتقي تيار المستقبل في ليالي عين التيني للجلسة التاسعة والعشرين على التوالي حيث خرج الطرفان ببيان مشترك يدعو إلى الاستراع في إنجاز قانون الانتخاب ورأى البيان أن الانتخابات البلدية عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها لكن من الأضرار الجانبية لنتائج البلديات التراشق من متاريس البترون بين فرنجي وبسيل الذي رأى أن البترون لونها برتقالي ولا أحد يستطيع أن يضع يده عليها من خارجها ومن دون تسمية غرد فرنجي على تويتر قائلا إن الأقزام عند مغيب الشمس ترى خيالاتها أكبر إذن لجنة الإعلام والاتصالات تتابع جلساتها في قضية الانترنت غير الشرعية والداخلية والأمن الداخلي يتمنعان عن حضور الجلسة ولا يعطيان إذنا بملاحقة الضباط المشتبه في تورطهم في القضية بعد أكثر من شهرين على انكشاف فضيحة الانترنت غير الشرعي تتابع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب جلساتها للوقوف عند آخر التطورات في هذا الملف وقد خصصت هذه الجلسة للبحث في أربعة مسارات تناولها فضل الله في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجلسة أولها التحقيق في قضية التجسس الإسرائيلي بعد وجود شبهة كبيرة تتعلق بإزالة الأدلة والمسار الثاني يتعلق بتحرك القضاء لملاحقة واستجواب ضباط وعناصر في قوى الأمن الداخلي كانوا موجودين في المناطق التي ضبضت فيها المعدات القضاء وجه كتاب إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي من أجل طلب إذن الملاحقة حتى الآن مدير عام قوى الأمن الداخلي لم يعطي الإذن بملاحقة هؤلاء الضباط أو العناصر إذا كان في أي اتهام لإلهم أما الوزير بطرس حرب فأعاد التذكير بقانونية العقد الموقع بين وزارته وأوجيرو وتطرق أيضا إلى ملف التخابر الدولي غير الشرعي وبعتقد أنه قدمين على بعض التوقفات بتتعلق بناس أنه ما عم بيصير في تحقيق فيما بقصة الإنترنت غير الشرعي في مستعمال للإنترنت لإدخال المخابرات الدولية شراء مخابرات دولية من الخارج سعات لمخابرات دولية وإدخالها بالسيستام الداخلي على أساس أنها مخابرات محلية وهذا ما يفقد الدولة اللبنانية الكثير الكثير من العائدات تترجع للمخابرات الدولية ويوم اكتشفنا هذا الأمر وأقفلنا هذا الخط ورجعنا فتحناه بعد يومين يعني اكتشف من استعمل الخط أنه نحن صار قيد المراقب نزلت المخابرات من 4000 أو 5000 مقابرة بالنهار لـ 20-25 مقابرة بالنهار وهذا مؤكد شكوكنا بأنه هذه الخطوط عم تستعمل لهذه الغاية لمنع الدولي من أقت حصتها بالمخابرات الدولية وهذا ما يلحق الدولي خسارات كبيرة عم نحقق فيها تنعرف مقدارها مشارك قررت اليوم بعد انتهاء التحيات أني اتوجه لني بالعامة بإدعاء طبعا ضد مشهول نشوف مين يستعملها الدعوة القضائية التي يتحدث عنها حرب والتي لا يسمى المدعى عليه فيها كانت موضوع تقرير عرضته الجديد منذ أيام عن إقدام ميشيل جابريال المر على استخدام أرقام الـ MTV وستوديو فيجن لتحويل مخابرات دولية إلى اتصالات محلية بصورة غير شرعية وقد علمت الجديد أن نقاشا حادا دار في الجلسة بين أعضاء اللجنة والمدعي العام التمييزي القاضي سامير حمود على خلفية هذه القضية والمطالبة بالبت في هذا الملف بعد ثبوت أن مصدر التخابر غير الشرعي والذي يكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات هو ستوديو فيجن والـ MTV أدم شمس الدين قناة الجديد وردنا على تصريحات أنه بفضل الله أعلنت المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن اللواء إبراهيم بصبوس كلف شعبة المعلومات الاستماع إلى عدد من الضباط والرتباء التي جرى تركيب الأجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال ضمن نطاقهم الإقليمية ولم يتم توقيف أي منهم واكتفي بهذا القدر من التحقيق وقال بيان المدرية أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي تطبق مبدأ الثواب والعقاب بفعالية ولم تتوانى يوما عن إحالة المرتكبين إلى القضاء وبعدما تبين لها أن الضباط والعناصر موضوع التحقيق المجرى لم تترتب عليهم أي مسئولية فأنها لم توافق على ملاحقتهم أمام القضاء إن أقدت جلسة الحوار التاسعة والعشرون بين حزب الله وتيار المستقبل مساء أمس في عين التيني وذلك بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب ونادر الحريري مدير مكتب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل ونقش المجتمعون بحسب بيان صادر عن الاجتماع التطورات السياسية وانعكساتها وقوموا مراحل الانتخابات البلدية والأجواء الديمقراطية الإيجابية التي رفقتها والتي عززت الثقة بالدولة وبمؤسساتها وبالحاجة الماسة إلى الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيدا لإجرائها وأشد المجتمعون بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية على مقامة به لإنجاز الاستحقاق البلدي كيف تقبل استقالة النواب والوزراء في لبنان وهل بات الطرابلس في حاجة إلى انتخابات فرعية على غرار ما جرى في جزين؟ استقالات نيابية ووزارية عدة شهدتها الحياة السياسية اللبنانية في السنوات الأخيرة تمثل آخرها في تقديم النائب الممدد روبير فاضل استقالته من المجلس النيابي اعتراضا على تغييب المرشحين المسيحيين والعلويين وتهميشهم في المجلس البلدي الطرابلسي الجديد وفي حين لا يزال كتاب استقالة الزعيم الدرزي النائب الممدد وليد جملاط ينتظر جلسة تشريع الضرورة من أجل تقديمه كان اللواء أشرف ريفي قد تقدم باستقالته في شباط الماضي كوزير للعدل من حكومة تمام سلام على خلفية قضية ميشيل اسماحة وتزامنا وأعلان السعودية تجميد هبة تسليح الجيش اللبناني ومراجعتها الشاملة للعلاقات مع لبنان وإذا ما عدنا بالتاريخ أربع سنوات إلى الوراء نتذكر يوم وضع وزير العمل آنذاك شرب النحاس في شباط عام 2012 استقالته من الحكومة في تصرف رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون ولم يقدمها لرئيس الحكومة آنذاك نجيب ميقاطي أجدني مضطرا إلى أعلان استقالتي من عضوية هذا المجلس ولعل أبرز الاستقالات يوم ختم عراب الطائف حسين الحسين كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة مباشرة على الهواء بتقديم استقالته من المجلس النيابي عام 2008 وكان العام 96 قد شهد حدثا برلمانيا وسياسيا بارزا تمثل في إعلان النائب آنذاك نجاح وكيم استقالته بعد مشادة كلامية بينه ووزير العدل آنذاك بهيش طبارة وأمام ما ذكرنا لابد من شرح الآلية القانونية لقبول الاستقالات علينا أن نفرق بين استقالة النائب واستقالة الوزير استقالة الوزير يجب أن تقبل يعني تتقدم لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء ويصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم بقبول استقالة الوزير أما النائب فهو سلطه أو مرجعيته الشعب اللبناني فيقدم الاستقالة إلى رئيس مجلس النواء ولكن يجب أن تكون الاستقالة خطية وصريحة وغير معلقة على شرط وإلا تعتبر لغو هل نحن في طرابلوس بحاجة هل أصرنا بحاجة لإجراء انتخابات فرعية بعقب استقالة النائب روبير فاضل حكما عندما تعتبر استقالة النائب روبير فاضل نهائية علينا دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب نائب عن طرابلوس إذن باتت عاصمة الشمال اليوم في حاجة إلى انتخابات نيابية فرعية لملء المقعد النيابي الشاغر في حين أن 125 نائبا هم نواب ممددون لأنفسهم باستثناء نائب وحيد أو حد منتخب دارين دعبوس قناة الجديد بعد العقوبات المالية على حزب الله من أين سيتقاض نوابه ووزرائه رواتبهم 12 مليون ليرة هو المخصص الشهري للوزراء والنواب تحويل المخصص عملية سهلة تبدأ مع فتح اعتمادات ليحول مع كل نهاية شهر راتب إلى حساب النائب أو الوزير الشخصي من المصرف المركزي وذلك بموجب أمر من وزارة المالية لكن العقوبات المالية على حزب الله وإغلاق حسابات المستهدفين يعطل هذه الألية فهل يرمي نواب الحزب ووزرائه بطاقاتهم الاعتمانية ويلجأون للكاش؟ بعتقد أنه ما رح يكون في حل إلا أنه نقبضهم كاش وهذه أورح تكون سابقة بتاريخ الجمهورية اللبنانية شو يعني القبض النقدة؟ إنه إذا واحدوا بيقبض عشرة مليون دي روح يقبضوا النائدة من المفروض أنه يكون في حساب موجود للوزراء والنواب بمصرف لأنه هذه العصرنا الحالي هيك وعلى أساسه يتحول المعاش على الحساب من المفروض أنا بحسب رأيي أنه الحكومة اللبنانية تعمد إلى فتح للوزراء والنواب حساب لأنهم بمصرف لبنان حتى يقدروا أنهم يتلقوا عليهم المصريات إذن مع تطور العقوبات والإضافات المتسارعة للأسماء على اللوائح الأمريكية هل يضافوا على هموم الدولة هم تأمين أكياس كبيرة الحجم لنواب الحزب ووزرائه ليستلموا رواتبهم الشهرية؟ تعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع اليوم لاستكمال البحث في قانون الانتخاب وعشية ترأسه جلسة اللجان قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لجريدة النهار أن الانتخابات البلدية أسقطت أي ذريعة لعدم إجراء انتخابات نيابية يتوق إليها الناس لافثان لأن جلسة اليوم ستكون مفصلية وتظهر من يريد قانون الستين ومن لا يريده ومن معه ومن ضده وستثبت من هم جديون في مطالبتهم بقانون جيد ومن هم غير الجديين وربما هناك من غير رأيه في الموضوع بعد الانتخابات البلدية مضيفا وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنذهب حتما إلى انتخابات بقانون الستين أخبار سياسية متفرقة في هذا التقرير جاء لوزير التربية لياسبو صعب على بعض مراكز الامتحانات الرسمية في يومها الأول للاطلاع على أجواء الامتحانات وقال نعمل على الحد من الغش من دون الضغط على الطلاب ونحاول وضع الشهادة الرسمية على السكة الصحيحة في ذكرى السشهاد الرئيس رشيد كرامي هنأ الوزير السابق فيصل كرامي المجلس البلدي في طرابلس بالفوز وقال إن انتصاره الحقيقي سيكون بانتصار الانماء على السياسة ويكفينا ما حصل على مدى سنتين من ترشيح قاطر رشيد كرامي للرئاسة وهذا الترشيح سيبقى إلى الأبد وصم تعار في سجل هذه الدولة وفي تاريخ كل من دعموه في الداخل والخارج أعلن رئيس حركة الاستقلال مشال معوض في مؤتمر صحفي أن التوافق الانمائي في صغارتة نجح في منع تحويل الانتخابات إلى تصفية حسابات تجربة جديدة يلي خضناها بصغارتة الزاوية ويلي عنوانها التوافق الانمائي بهالتجربة حققنا نحن ويكون إنجازين الإنجاز الأول أنه تمكننا من فصل هالاستحقاق الانمائي عن الصراعات السياسية بالتعاون المميز جدا لنوجد وبعده موجود بيني وبين الأستاذ توني فرنجية رأى وزير الخارجية جبران باسيل أن قضاء صغارتة هو القضاء الوحيد حيث سجل التيار الوطني الحر تراجعا بسبب قرار خاطئ من قبل التيار الوطني وخلال مؤتمر صحفي عقده لتقييم نتائج الانتخابات لفت باسيل إلى أن البترون أكدت أن لونها برتقالي وكرست سياسيا أنها تستحق أن تكون المدخل إلى الشمال وأن أحدا لا يستطيع يضع يده عليها من خارجها بغياب المسيحيين والعلويين عن اللائحة الفائزة لمن ركبوا اللائحة التوافئية هن جميعا بتحملوا هذه المسئولية لأنه عن عمد عمدوا إلى إقصاء بعض الأفريقاء وأحد نتائج غطرستهم واعتقادهم بالقوة المفرطة التي نبهنا منها كانت هذه العملية الغير ميسائية التي أدت إلى إبعاد المسيحيين والعلويين عن بلدية ترابلوس أعلنت كتلة المستقبل بعد اجتماع الأسبوعي أنها ما زالت عاكفة على دراسة نتائج الانتخابات البلدية ومدلولاتها متوجهة للفائزين في انتخابات محافظتي الشمال وعكار بالتهنئة الحارة لسيما في مدينة ترابلوس التي اختارت مجلسا بلديا بإرادة حرة كما أراد أهلها ودعا بيان الكتلة المجلس البلدي المنتخب إلى الانصراف فورا للعمل كفريق عمل منسجم ومصمم على إنماء المدينة حذر تكتل التغيير والإصلاح من المرهنة على المساومة في موضوع قانون الانتخاب لأن الشراكة والميثاقية والمناصفة وعدالة التمثيل هم قضية التكتل وقال النائب إبراهيم كنعان خلال تلوته البيان أن أي محاولة للتمييع وتمرير الوقت بهدف الوصول إلى قانون الستين سيتم التصديلها خلال افتتاح مؤتمر يوروماني في بيروت أشار حاكم مصرف لبنان ريال سلامي إلى أن لبنان نجح في التكيف مع انخفاض أسعار النفط وأن نسبة النمو المتوقعة هي 2% وعلى الرغم أنها غير كافية إلا أنه مقبول نظرا لما يحدث في منطقتنا وأعلن السلامي عن اطلاق هندسة مالية تقضي بتبادل سندات حكومية بالدولار الأمريكي وسندات خزينة بالليار اللبنانية بين المصرف ووزارة المالية وقال إن هذه الهندسة ساهمت في خلق 3 مليارات دولار إضافية كاحتياطات بالعملات الأجنبية في حساب مصر في لبنان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تبحث في الأدلة التي قدمها الادعاء في قضية استشهاد مصطفى بدر الدين للتأكد من وفاته وترفع جلساتها إلى الغد بعدما علقت جلساتها المخصصة للاستماع إلى إفادات شهود الادعاء العام أعقدت المحكمة الدولية جلسة اتخاذ قرار في قضية التثبت من استشهاد القائد في حزب الله مصطفى بدر الدين أحد المتهمين بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقد عرض ممثل الادعاء جرايم كاميرون مقتطفات من تقارير إعلامية تظهر مراسب دفن بدر الدين ومجالس العزاء التي أقيمت له وشهادات المقربين منه لسيما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فيما تطرق محامي بدر الدين أنتوان قرقماز إلى بيان النعي الذي أصدره حزب الله وبعد أغذ ورد عن الأدلة الموجودة ركز كاميرون على عدم وجود وثيقة وفاة رسمية صادرة من السلطات اللبنانية وبعدما تبين عدم معرفته بأصول إصدارها تدخل القادة اللبناني وليد عكوم ليشرح الإجراءات المتبعة في هذه الحالة نطلب إلى السلطات اللبنانية إما أن تحصل على وثيقة الوفاة من السلطات السورية وإما أن تصدر وثيقة الوفاة هي بنفسها إن كانت مقتنعة بوفاة سيد بدر الدين القادة عكوم حضرت كاميرون توضيح هنا عندما تحصل الوفاة خارج لبنان مثلا في سوريا ليست السلطات السورية التي تصدر وثيقة الوفاة بل الكنسولية اللبنانية في سوريا إن لم يصدر المختار وثيقة وفاة أو إن لم تصدر الكنسولية خارج لبنان وثيقة وفاة فإن القادي المنفرد لديه اختصاص بالنسبة إلى غير المسلمين أما بالنسبة إلى المسلمين فإن القادي المحكمة الدينية القادي الروحي هو الذي يجب أن يصدر إثبات الوفاة تجدر الإشارة إلى أنه جرى تعيون المحامي اللبناني إيميل عون كمحامي رئيس في فريق الدفاع عن المتهم سليم جميل عياش بعد انسحاب المحامي يوجين أوسوليفان بعد الإعلان رصاص على أفضلية غروف أهلا بكم من جديد المطران فرام كرياكوس يدق عبر الجديد جرس الإنظار ويطالب بكوتة للأقليات في بلدية طرابلس لم يسقط الرئيس سعد الحريري وتياره وحدهما في الانتخابات البلدية في طرابلس بل الأعضاء المسيحيون الثلاثة من أصل 24 بحسب العرف البلدي والأعضاء العلويون أيضا العلويون اعتصموا سلميا الاثنين في جبل محسن أما المسيحيون ففضلوا حملة صليبهم ومشوا إلا أن غيابه للمرة الأولى عن البلدية دق أجراس الإنذار كي تبقى الأجراس تدقه في قلعة المسلمين طرابلس حتى وصل الأمر بالنائب عن المقعد الأرثوذكسي في طرابلس روبير فاضل إلى حد تقديم استقالته من المجلس النيابي لا ما ريحنا أبدا نحنا ما منريد أنه يستقيل هذا عنصر جيد جدا الاعتراض ما ببرر الاستقالة بالعكس نحن الحقيقة تصلنا فيه وقلنا له نحن ما منقبل أبدا أنه تستقيل شو قالكم؟ قالنا بيدرس الموضوع إذا الدولة بتريد أنه المسيحية يكونوا ممثلين بترابلوس ويلعبوا دور ويطبقوا هالشيء اللي بيعلنوا كل الناس أنه يكون فيه عايش مشترك وإنصاف ما يكونوا مقبولين ما يكونوا مقصيين بدون يطلعوا أنون بدون يعطوهم حصة مثل ما بيعطوا للنواب بيكون فيه واحد أرثوذكسي وواحد مراني بترابلوس حتى العلويين منهم هنه مقصيين كوتا إيه كوتا هل كنت بأجواء التوافق اللي تحدث عنه الوزير أشرف ريف أن يكونوا الأسماء المسيحية مشتركة بين اللي يحتان؟ فيه شي من هنه نعم وليش ما صارت؟ لأنه بيناتهم المزل السياسيين منهم متوافقين كمان فيه تأثير من المسيحية ما فينا ننكر فيه تأثير من المسيحية تعرف أنه فيه كتير عيال مسيحية بطرابلوسوني ساكنين ببيروت مع العلم أن أهالي المدينة يعانون الحرمانة والبؤسة مسيحيين كانوا أم مسلمين؟ من طرابلوس رشال كرم قناة الجديد بعد حادث مقتل جورج الريف على يد طارق يتيم حادث جديد يضاف إلى سجل الرصاص الفالت على الطرقات ففي خلاف على أفضلية المرور أمام سنترال جوني قم أحد الأشخاص بضرب آخر بقبضة يده لكن الأخير رفع مسدسه وأطلق النار على الأول وأرداه جريحا والرصاص العشوائي يخترق منزلا في حارة حريك هربا من الرصاص العشوائي الذي كان قد أصاب سيارة والده في الرويس انتقل الطفل محمد عزب إلى السكن في حارة حريك علها تكون أكثر أمانا لكنه لم يكن يعلم أن الرصاص إشكال فردي سيخترق جدران منزله الآمن ويهز سباة شقيقته العميق شكت عم تعمل أنت وقتا لأجو الرصاصات بقرب البيت؟ كنت عم لهم كل شيء سمعت صوت الرصاص عم نقزت عم لقيت جيت لقيت اختامتك فكرت أنه اجت رصاصة فيها خفت كتير وفكرت أن دقت رصاصة بحدها منه لأنه كان مارق باوة يضبط البرادة لأنه عن نقزة كان دقت فيه لو ما وقف طيب أنت شو بدك تقول للناس اللي عم بتقوس؟ بتمنم عشي أوسطة لأنه عم بيأوسط على العالم وهن ما قاله نزام لم يمضي يومان على انتقال عائلة عزب الصغيرة إلى شقتها المطلة على مخيم برج البراجنة حتى استقبلها رصاص لم يأبه لا لحرمة البيوت ولا للحواجز الأمنية نحن ركضنا على صريخ الولادة عشان قضتهم كمان مقابل المخيم ركضنا رأينا بس البنت عم ترجف في تختها وصاب بنفس الشي فتنا متل ما شايفين صور الأزاز كيف رصاص متفجر بساسة اللافرجيكية بالأزاز بالحيطان جوا على البرادة على التلفزيون ما رصاص متفجر بشكل مش طبيعي دقت لك هو الأمن الداخلي بلغتوا عن الحادث رجوا حكيوا معي محترين أن نحن تابعين لفاصيلة البرج أو لفاصيلة حار تحريك هذه هي الحيرة عندنا الدولة بس ما أجوا ولا شايفوا الأضرار ولا شايفوا إذا في حدا مات أو حدا نصاب أو حدا نجرح أو حدا نشبه شي في حاجز للجيش اللبناني على الجسر إذا بتصوروا وحاجز تحت الجسر كمان للدرار وعم يتفرجوا كل يوم على اطلاق النار هذا اطلاق النار مش بس نبارح يوميا اطلاق النار يوميا بيجي وارنا اطلاق النار وما في حدا بيسأل اليوم مرأة عخير ولكن على رأي المثل مش كل مرة رح تسلم الجرة جوال الحاج موسى قناة الجديد العدد النفايات الى تراكم في الشوارع راحت السكرة واجت الفكرة انتهت احتفالات الاستحقاقات الانتخابية ليعود هاجس تكدس النفايات في الشوارع الى الواجهة وذلك بعد انقضاء مهلة الشهرين التي سمح بها مطمر النعمة خلف هذا السور قرب ما يعرف بالبراد اليوناني في سد البوشرية تكدست قبل اشهر النفايات لتكون جبلا يضاهي بضخامته جبل الكارنتينا واليوم لم يمنع هذا الشريط الشائك القطط من الدخول لتحظى بملاذ لها في النفايات التي يبدو انها عادت لتتجمع في الباحة نفسها التي شهدت الجريمة السابقة فكيف يبرر رئيس بلدية سد البوشرية انطوان جبارة بشاعة المشهد لا ما فيش بويدر انه يرجع لانه السوكرين عم بتشيلهم كل يوم يومه كل يومين عم تجيب تشيلهم نحنا عم نجمع لهنه هي طالبت منه طيب شو منعمل فيهم شو منعمل فيهم موجودين بالشوارع عم ينكبوا هاد الزبالة اليومية اللي بتطلع عند الناس خلال الشهرين اللي ما رأوا هي كانت عم بتشيل الترك ومات عن نعمة عم تطلعوا منا انه اليومي الشيري بينزل كل يوم من الناس نحنا نجيب لها نساعدها نحط اللي بمطرحة تيجي تشيلوه حتى ما تلتهيش بقصة اللم من الشوارع لو بتصور هايدي منها لماكسيموم شهر لازم تخلص لازم ترجع على القصصة طبيعتها وترجع هي تلم وتاخد على المطارح اللي هي على المطامر اللي هي بده تكون السحدة ستا وحاليا عم تاخدون على ما بعرف حاليا لو انا عم تخدون عندها هلا في عندها الكوستا برافا وفي عندها البرج حمود بالضبط ما بعرف لو انا عم تخدون في حين لم يحصل اللبناني بعد على اجابة واضحة حول مصير نفاياته قد يكون صمت هذا الجبل خير اجابة جوال الحاج موسى قناة الجديد اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في تقرير لمشلين جويش موسيقى 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 بنهاية الشهر الحالي بتنتهي الحملة المالية لجمع التبرعات للصليب الأحمر اللبناني واللي حملت شعار لأنه حد الكل خليك حده وانتشرت بالساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بتبين ورقة مكتوب عليها باللغة الفرنسية أي أنقصته حياة جدة ومن الواضح أن الخط بعود لطفل وهذه الورقة كانت وجدت بأحد صناديق جمع التبرعات الاشياء الصغيرة أوقات تعمل الفرق أثار إيميل بعثته إدارة الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو لطلابها ردود فعل سلبية عندهم ولدى الناشطين على السوشيال ميديا الطالبة دينا حنى هي أول من نشر الرسالة على فيسبوك وشرحت كيف حاولت تستحصل على بطاقة إضافية لتقدر ستة تحضر حفل تخرجة ولكن ما إجاها رد من الإدارة لترجع وتتفاجأ بهذا الإيميل مضمون الرسالة بيوحي أنه مشكلة الطلاب متساويين بنظر الجامعة الأمريكية اللي طلبت منهم تبليغها إذا كان أحد الوالدين ضابط بالجيش مدير عام قاضي رئيس بلدية أو نايب حالي وهالشي لا يقدروا الأهل يحصلوا على بطاقات خاصة VIP بتخولهم يقعدوا بالصفوف الأمامية لحضور حفل تخرج الطلاب وصل عدد الشيرز لحوالي 800 شير وهيدي شير كمان إضافية من الترانز أما الجامعة فردت ببيان أكدت فيه أنه هي بتطبق مرسيم البروتوكول المتبع بلبنان بمسألة تخصيص مقاعد الشخصيات خبر من تويتر كلمتين باللبنانة هاشتاج مهضوم ضرب على مواقع تويتر وسوق لمجموعة كبيرة من المفردات اللبنانية مثلا تقبر قلبي شو مهضوم ويخرب بيتك شو حبيتك وشو معطرة ومعظم المشاركين بالهاشتاج كانوا ناشطين من الدول العربية اللي بيكنوا حب كبير لللهجة اللبنانية أما وبالتزامن مع الامتحانات الرسمية علقت نونا كلمتين باللبنانة بدي شانس من عند الله آخر خبر من إنستاجرام وهو خبر أقل جدية إنما أكتر جدلية على مختلف المواقع الإخبارية كان نشر الفنان باسم فغالي على حسابه إنستاجرام صورة إلو بيبين فيها برفقة شاب عاري الغريب إنه هالصورة انتشرت بكترة رغم إنه الحساب برايفت باسم اللي عم بيشكل مادة دسمة مؤخرا لناشطي وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشره صور وتصريحات مثيرة للجدل مثل الصورة نشرة لجدة والدته وصور تانية رد على أحد المتابعين بحب لما يكونوا الكارهين بحالة عصبية هيدا كانت كل أخبار تراندز للليلة بعد العلان من مخيم إلى واحة خضراء أحييكم من جديد بدء العد العكسي لتحرير الرقة فإلى أين سيهرب المسلحون مع انطلاق عملية تحرير الرقة السورية من براثن داعش تكثر الأحاديث في أوساط الجماعات المسلحة عن حتمية تضعضع التنظيم الإرهابي في هذه المحافظة السورية لا سيما أن قوات السورة الديمقراطية والتي تضم مقاتلين أكراد تعمل بمؤذرة أمريكية لطرد داعش إلى خارج الحدود وفي رأي الخبراء فإن تنظيم داعش لن يتخلى عن عاصمة الخلافة والمعركة ستطول ليست العملية العسكرية الهجومية للرقة بالسهولة بمكان لاستطاعوا تحقيقه لحد هلأ احتلال 7-8 قرى شمال الرقة عسكرياً لا تشكل هذه القرى نقاط استراتيجية لداعش من شأنه قام داعش بانسحاب تكتيكي منها وأكبر دليل ما حصل هالمعارك الطحنة احتلال أو تحرير منطقة الطبقة يعني سد الفرات هني عابيقولوا قبل الرقة وهذه ضرورية لأنه لا يمكن بدء من معارضة الرقة وفي شوكة كبيرة بخاصة المهاجمين اسمها الطبقة إنما بعد تحرير الطبقة الهجوم سيبدأ حتماً على الرقة بالتكتيك التالي من ثلاث محاور سيتم حصار الرقة من الشمال حتماً يعني أنه الهجوم جاي من الشمال بس من جنوب الرقة لا أولاً يتعذر عسكرياً وبعدها هذا بدي يبقى خط انسحاب لتنظيم الدولي وعن المنافذ التي قد يسلكها داعش الانسحاب من المحافظة يؤكد العميد الركون دكتور هشام جابر أن العراق أقرب وأضمن منفذ للتنظيم عبر البادية السورية التي يحتلها داعش ساعة إذن بده ينسحب إما شرقاً كما ذكرنا أو جنوباً في البادية السورية إلى الأردن عنده واصل على حدود الأردن ممكن أن تضطح بقواته الموجودة على الحدود الأردنية لا أعتقد أنه هلأ بكير الحكي على أنه يجي داعش ينسحب من تلك المنطقة بالنسبة للحدود التركية داعش فيه إلى وجود في منطقة جرابلس كل ما ضيق الخناق على داعش سيفكر بالانتقال إلى الأراضي اللبنانية لأنه في لبنان سيقوم بمنأة من الطيران الروسي والسوري معاً بكير كتير نحكي عن إلى أين سيتهب مقاتلو داعش الموجودين بالرقة نحن اليوم في مرحلة تعزيز المقاتلين بالرقة في حال قرر داعش أن الرقة أصبحت ساقطة عسكرياً حتماً هو محضر من هذه الساعة محاول الانسحاب إلى أماكن أخرى باتجاه العراق لأنه عنده معبر كبير مع العراق وما بين تقديم الرقة كإنجاز انتخابي أمريكي على أبواب الاستحقاق الرئاسي والتمهيد لإعلان الفدرالية وتمكين الأكراد من الحكم الذاتي يبقى الميدان العسكري اللاعب الأبرز في تحديد مسار مفاوضات حل الأزمة السورية كاتل بيروتي قناة الجديد أزمة سعودي أوجي تتحول إلى قضية رأي عام في السعودية بعد أشهر على أزمة مستحقات موظفي سعودي أوجي ومع اقتراب شهر رمضان عادت الأزمة تتفاعل وعادت اعتصامات العمال المطالبة بأجورهم تؤرق راحة القائمين على الشركة استياء بعض الموظفين دفعهم غير مرة إلى القيام بردود أفعال انتقامية في بعض مكاتب الشركة ومشاريعها وآخرها هذه الصور التي وصلتنا من مدينة الدمام أما في مكاتب جدة فقد أقدم عمال على قطع الكهرباء والمياه والإنترنت عن الشركة كخطوة احتجاجية للمطالبة برواتبهم وكما على الأرض كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فتحت هاشتاك سعودي أوجي بلا رواتب تتصاعد النقمة على حرمان الموظفين رواتبهم سواء أكانوا سعوديين أم مقيمين أزمة سعودي أوجي تحولت إلى قضية رأي عام في السعودية خصوصا بعد هذه الواقعة في أحد البرامج التلفزيونية عندما تهرب مدير عام الشركة لدى سؤاله عن فصل موظفين مكتب العمل في جدة أحال دعاوى بعض العاملين إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العملية إلا أنه حتى الآن لا خطوات فعلية تبرد قلب الموظفين لسيما المقيمون ومن بينهم عدد كبير من اللبنانيين صلوا من ست شهور ما حدث تلم رادبوا نهائيا ووضع اللبنانيين بالوقت الحالي سيئ جدا وأنا من الناس اللي عم يجيني تهديد أني اطلع من البيت اللي أنا ساكن فيه يلي هو بالأجار لأني مش عم بقدر أدفع أجار بيت موظفين تعبت كلها يتا موظفين ما قدراني تتحرك نهائيا أنا عم بحكي مش بس على اللبنانيين عم بحكي عن جميع الجنسيات ككل حتى فيه شباب انطلعين سيارات من الأقصاد الشركات سيارات سحب والسيارات من الشباب لأنه مش عم يقدروا يدفعوا وإذا كانت نتائج انتخابات طرابلس البلدية قد شكلت انتكاسة سياسية لتيار المستقبل فأن استمرار قضية شركة سعود أوجيل مملكة من الرئيس سعد الحريري تعكس عمق أزمته المالية نعيم برجاوي قناة الجديد 24 قتيلا بينهم 7 أطفال في سلسلة غارات جوية على مدينة إدلب السورية ساعة مكث تحت الأنقاض قبل إخراجه حيا جريحا لكنه لا يبكي فربما اعتاد على مشاهد الموت والدمار أو أن الذهول أصابه لهول المجزرة ففي أعنف غارات جوية منذ توقيع اتفاق الهدن في شباط الماضي استهدفت طيران الحربي أحياء مدينة إدلب بأكثر من عشرة غارات وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القصف نفذته طائرات يعتقد بأنها روسية إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت أن تكون طائراتها قد نفذت غارات على إدلب أما حصيلة الضحايا فقد بلغت 24 قتيلا بينهم سبعة أطفال لاجيون سوريون يحولون مخيمهم إلى واحة خضراء تنسيهم مآسيهم فسحة الخضرة هذه في وسط الصحراء الأردنية ما كانت لتظهر لولا وجود اللاجئين السوريين هنا في مخيم الزعتري فبعدهم عن أراضيهم الزراعية التي هجروها هربا من الحرب دفعهم إلى زرع الخضروات حتى باتت مصدر غذائهم أمي سوريا لعند أهلي لعند خاربي أزرع بناتهم وأحصد وأدرس ومونتي وزيتوني ومن جميع الخضريات في بلدي ولأن الزراعة تحتاج إلى تصويق قرر هذا الرجل فتح متجر لمنتجات المزارعين أما الربح فليس هو الغاية فاتحه من شأن العالم سياقات سائلة معلم بحط فيها وبزرع معلم وكفي السجرة بتوحد ربها مريح يعني السجرة وفي ناس سرعة الزيتون وأكلت منه وفي ناس المنظر وفي ناس عيونها معلم من عامة عامة بدأت شوف خضار لا شافت الخضار بالصحصح مزبوط معلم يعني كل ورد سبحان الله عاطي منظر الجذاب للبيت وعرفان بيوتها كانت أحلم يعني شو بيقول لك يعني ورد كانت عبيها تعبايب السورية يعني يجينا له هون يعني في المنظر للبيت وفضلا عن الخضر والأعشاب يزرع هؤلاء الأزهار ليستمتعوا بمنظرها الجميل علها تنسيهم مآسي التهجير والحرب والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة صبيحات هذا اليوم البداية من جريدة النهار التي عنوانات من تداعيات الصدمة إلى قانون الانتخاب جلسة اللجان اليوم تقرر مصير الستين ننتقل من النهار إلى جريدة السفير وجاء في عنوينها التخابر الدولي يضبط متلبسا فماذا عن أبطاله فضيحة الانترنت غير الشرعي القضاء متهم ومن السفير ننتقل إلى جريدة الأخبار من يمول بقايا 14 أذار حنة غريب باق في الشارع ومن الأخبار أنتقل إلى الأنوار الحكومة تتجاوز نتائج البلديات وتغرق في الخلافات حول سد جنة القمة الخليجية تشكل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون ومن الأنوار ننتقل إلى جريدة ننطلر تحطوها الشباب إذن الديار هكذا يقرأ بري نتائج الانتخابات البلدية عدم استطاعة فريق أو ثناء احتكار التمثيل والنسبة الأفضل للبلاد عسيري يتوسط لمصالحة الحريري وريفي نتانياهو لبرمن رفع مستوى التدخل في سوريا ومن الديار ننتقل إلى المستقبل المستقبل تحيي تحيي الإرادة الحرة للترابلسيين وتعكف على دراسة النتائج البلدية فرنجي يقزم بسيل وحرب وسعادي يستغربان التضليل ومن المستقبل ننتقل إلى جريدة البناء التي جاء فيها بدء معركة إدلب وانهيار أحرار الشام والدولار من ستمية وعشرين إلى أربعمية وعشرين الحريري يواجه مأزق أعلانه مفلسا في السعودية مع أفلاس زعامته لبنانيا حزب الله والمستقبل لقانون انتخاب وانتخابات ومصرف لبنان يمنع الاستنساب ومن البناء إلى اللواء وقاع جديدة في انتخابات ترابلس وانفجار السجال المسيحي شمالا عقبات عونية أمام قانون الانتخاب ومجلس الوزراء والإنترنت غير الشرعي إلى الواجهة ومن اللواء إلى البلد الإنترنت على مشرحة الاتصالات والحوار الثنائي لقانون انتخاب ننتقل إلى جريدة الجمهورية عودة الملفات الخلافية وتقطيع الوقت ننتقل إلى جريدة الحياة قمة جدة تقر إجراءات لترتيب اقتصاد الخليج وتنميته وأخيرا في جريدة الشرق الأوسط قمة مجلس التعاون أقرت هيئة رفيعة لمتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين واجتماعات دورية وزرية تكامل خليجي برؤية سعودية يبقى أن نذكر بأبرز ما جاء في هذه النشرة لجنة الاتصالات تثبت وجود تخابر دولي غير شرعي في ستوديو المر هناك شبهة كبيرة تتعلق بإزالة الأدلة وهذا الملف برجع بك كده قول أنه لا يمكن أن نقبل بلفلفته حوار عين التينية دعو إلى أنجاز قانون الانتخابات النيابكة مصطفى بدر الدين يحضر إلى المحكمة بالتقارير المصورة صار بدرها مصطفى ماذا بعد استقالة روبير فاضل؟ هم السابقون وهم اللاحقون يجب أن تكون الاستقالة خطية وصريحة وغير معلقة موظفو سعوديو جي يقتحمون مكاتب الشرعي موظفو سعوديو جي يقتحمون مكاتب الشرعي في الموجز الأخباري عند العاشرة والنصف شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى